أنا يظهر لي الكارثة بتاع انقطاع الضوء لخاطر ما هيش حاجة عادية انه ينقطاع في بلاد كاملة حتى لو حمدل رجع الضوء أما ما هيش حاجة عادية وما هوش ما يكفيش انه نقوله كان فم عطب فني صحيح انه نقوله عطب فني مش حاجة أخرى مش عملية تخريب مهمة المعلومة في حد ذاتها وهذي معلومة متعلقة ب هل فمشكون يحب يخرب ولا لي لكن ما تجيبش لأنه العطب الفني نجم يعكس غياب الصيانة وهذي حاجة مرعبة نحن نعرفه ميزانية في تونس الاستثمار في الصيانة ما هيش حاجة يعني أولوية من الأولويات فمهم انه يكون عنا إجابة يعني شافية على هذا غياب وزيرة طاقة هذا يعني انه زادة ما فماش تحمل مسئولية سياسية واضح شكون يتحمل المسئولية السياسية في حالة غياب الصيانة أو غياب أخذ الأمر على محمل الجد فهذه كل معلومات مهمة الاستجابة متع وزيرة الداخلية قد تكون لأنه معناش وزيرة أو وزيرة طاقة لكن أيضا تعكس توجه الدولة أو شو الأولويات متع الدولة لازم ننطمنوا أنه مفهمة حتى خطر أمني ونرجعوا أنه ما هوش نتيجة عملية تخريب فأنا أعتقد أنه زيارة وزيرة الداخلية كانت في هذا الإطار الإشاعات أنا مش المشكلة متاعي الإشاعات اللي تطلع ولو إنه نعرف إنه الإشاعات تنجم تكون يعني تنجم تولي عملية كما كرة فلج تنجم أردي إلى أشياء خطيرة الحاجة المهمة بالنسبة لي في طريقة تعامل المواطنيات والمواطنين مع اللي صار هو إنه يعكس لك نوعا ما شنوى رأيهم أو نظرتهم للدولة هل فما ما يكفي من الثقة أنه الدولة كيف تصير حاجة كمن هكا أنه لأ أحنا لباس وفما ما شكومش يطلع يعطينا المعلومة وإلا فما رغبة في تغطية هذا النقص ومنه يدخل المستشفيات نعرف أنه في وقت مثلا في وقت كوفيد ووقتي كان فما برشة من المكثفات الأكسجين اللي هما كانوا موجودين في السبيطارات لكن زادوا موجودين في الديار وصار وقت انقطاع في الكهرباء يظهر لوقت القروان اللي هو امتد مدة طويلة الناس قاعدت هذا في ذهنيتهم فبشو قد تعامل الدولة مع هذي مثل هذي الأزمات فأنا يظهر لي أنه مرة أخرى ما نعكسش برشة أنا ديمة تحليلي على شو يتقال على فيسبوك على خاطرنا نعرف أنه هذه الأشياء يلزم يلزم أخذ سبل أخرى للتحليل اللي هي تكون أكثر علمية لكن تشوف أنه ما فماش ما فماش ثقة كبيرة أنه فما شكون ماخذ المقود ويعرف شو يعمل في أزمة كمن هك هذا اللي حسيته أنا من اللي شفته أنه ناس يحبوا هما يعطي وهذا نتيجة بطء المعلومة صحيح ممكن واحد برك هو اللي يشيد المعلومة في الساقم هذا لا يبرر أبدا أنه ما يكونش عندك معلومة العطب الفني تنجم تلقاها هذه معلومة تنجم تلقاها بعد ساعة يعني من حاجة كمنها كتصير مش بعد قريب ستة ولا سبعة سوايا بالنسبة لي عودة التيارة هو ما رجعش في تونس الكل رجع في معظم الأمك نذكر لش في فيسبوك يظهر لنا أنه هو رجع مرة أخرى أما قاعد نشوف في ناس علقوا على البيانة متاع وزارة الطاقة وعلقوا عند استيج أنه ما زال ما رجع لهمش ما يجب ناش نكتفيه ونطويه صفحة ونقوله وهايا حمد اللي رجع أيا نمارسوا حياتنا العادية يجبنا نعرفوا شنو اللي صار يجبنا نعرفوا من الأشياء اللي تسائلوا عليها الناس وإحنا نعرفوا أنه عنا نقص في تمويل أشياء أساسية يتطرحره السؤال أحنا ما ناش عايشين في دولة في وضع عادي وانتقول والله كل الأسباب الأخرى منتفية إذن فما سبب وحيد اللي هو سبب الفني فما إحساس بعض الأمان واللي هو خلى الناس يتسائلوا هل فما أسباب أخرى خليفة قال الناس أحكيوا على انقلابات هذه تنجموا نضحكوا على هذه الفرضية أما هذه موجودة في المهجم تاعتوان معنا ما نجموش نقولوا لا والله هذه حاجة لغايات سياسية لا لا موجودة ما أنا قمت نقم مساجات من عند أشخاص ما همش فهمين معناها يسخيلوا أنه فما تغير سياسي وإلا حاجة أمني هذه الفرضية الوحيدة اللي جاء في بالهم ما جايش أنه ممكن يسخيلوا ولا يتمنوا نا هذك عليش أنا ما تفرقش بالنسبة لي معناها أنا ما ندخلش في نوايا الناس إذا هذه مطروحة في المخيلة الشعبية إذن هذه فرضية تعكس كيفاش الناس قاعدين يتعاملوا مع الدولة ومستوى الثبات أو الاستقرار اللي قاعدين يشوفوا فيها